تعطوننا ما نريد نعطيكم ما تريدون نغير وجوها ونموه أخرى وكل هذا يجري بمعزل عن فرضية الانتخابات وقرار الصندوق هكذا يبدو المشهد السياسي في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في آيار المقبل صراع محموم نشب مبكرا بين شركاء العملية السياسية لتقاسم المناصب الحكومية أولى مواقع الصراع كانت بين التحالف الحاكم والقوى الكردية إذ تسعى الأخيرة للحصول على منصب رئيس البرلمان بدلا من منصب رئيس الجمهورية انطلاقا من كونها خسرت حقيبة الخارجية فآثرت التفاوض مع حيدر لابادي وزعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي كل على حدى لضمان الاتفاق مع الطرف الفائز برئاسة الحكومة ولعل حرص القوى الكردية على التفاوض مع حزب الدعوة لأن الأخير يستأثر بمنصب رئاسة الحكومة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات أو حتى الكتلة الأكبر في البرلمان فهذا القيادي باتلاف دولة القانون علي الأديب يقول إن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة حزب الدعوة ولا توجد أي مبررات لتنازل عنه في مشهد يسدعي للذاكرة ما حدث في انتخابات عام 2010 على الصعيد الآخر وبعد عن ضجة الاجتماعات السياسية مثلت المحافظات المدمرة ميدان عمل للساسة في العراق فحالة عدم الرضا المتراكمة في نفوس سكان تلك المحافظات على من يدعي تمثيلهم كانت منطلقا لصعود وجوه جديدة مدعومة من تحالف الحاكم بغية الاستحواذ على الأغلبية السياسية من دون الحاجة لتحالفات أو تنافسات وأبعاد بقية المنافسين وترسيخ نظرية الحزب الواحد أو الاتلاف الواحد وما بين اتفاق من عدمه وصعود وجوه وأفول أخرى يدعي الجميع أنه يمثل العراقيين لكن الواقع يستدعي بيتا من التراث يقول وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذك